اشتركوا في القناة انا بسجل دايركت لانه ما في عندي جهاز كمبيوتر امنتج عليه كنا نستعير جهاز كمبيوتر المنتج عليه الان انا بسجلها كلها يعني سحبة وحدة لا عندي قدرة امنتج ولا اعدل الصوت ولا احط هو قالب موجود بس بمسك وبحط الصوت فيه وبطلع هو مثل ما هو اذا بدي احط الصور معناته بدي اعدل بدي اعمل ادت وهدول الاشخاص اللي بعرفوا في المنتج بعرفوا انه هاي شغلات بدها عملية ضبطه اني انا اسمع الحلقة واحرك جهاز اللي انا بشتغل عليه ما بيتحمل هذا الاشي يا دوب بيتحمل تسجيل الحلقة اللي انا بسجلها فعشان هيك بدكوا تعذروني لو شفت في التعليقات بتلاقي فيه اشخاص بيكتبوا يعني هم الله يجزيهم الخير بيكتبوا انه البرج الفلاني بيبدأ الساعة كذا فبتقدر انت يتحرك عليه فقط لا غير او يعني مش هل مدة الحلقة لطويلة يعني بتحرك انت نص الحلقة بيجن عندك التوقعات بعينك الله انك تسمع له خمس دقايق يعني او ثلاث دقايق تحديدا يعني فاعذرني لحديث ما انه تتحسن الامور واني قدر نجيب جهاز كمبيوتر اللي احنا ننتج عليه ونشتغل عليه فاعذروني يعني طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاحد ثمانية وعشرين اذار اه اه بدنا ننوه انه الحلقة صارت بعد بساعة تنزل السبب انه احنا صار عنا توقيت الان اللي هو انا بشتغل على توقيت جرينيتش ولكن صار عنا توقيت صيفي فقدموا الساعة ساعة زيادة يعني فصرنا احنا الاردن ثلاث ساعات الزيادة عن توقيت جرينيتش بقيتنا ساعتين فهسه صارنا ثلاث ساعات فعشان هيك كنت انزل الحلقة انا مثلا على الساعة خمسة بتوقيت الاردن الان راح انزلها على الساعة ستة بتوقيت الاردن اللي هي فرقية الساعة هاي اللي عدلوها هم يعني على توقيت جرينيتش هو نفس الوقت ولكن بالنسبة للاردن احنا منزيدها ساعة طبعا توقعتنا زي ما حكينا هي ليوم ثمانية وعشرين اذار القمر موجود اليوم في منزلة السماك الاعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح راح يمكث فيها حتى تمام ساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة صباحا من يوم الاحد ثمانية وعشرين ثلاث لا ينتقل بعدها الى منزلة الغفر وهي الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي يعني وممتزجي بمعنى اخر القمر الان موعد بث الحلقة القمر ما زال موجود بالعذراء وحكينا انه هو راح يستمر لغاية ساعات الصباح في حلقة الامس فمن الان لغاية ساعات الصباح بتظلها طبيعتنا الجدهي اللي بتسيطر على الوضع مننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضة برنامج غذائي حمية المحافظة اما على وزن او على شكل معين منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة او شاردة دون تفحصها نجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام نشعر ان الناس شحيحون في عطائهم ماديا معاطفيا ممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما لها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادي سيئة زي التدخين شرب الكحول ووسعنا اقتناء حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او بعمل جديد طبعا في قلو المسار قلو المسار هذا بيبدأ عند منتصف الليل ذكرنا يوم امس الساعة 23 و 47 دقيقة يعني الساعة 11 و 47 دقيقة بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن طبعا منزيد ثلاث ساعات يعني الساعة 3 الا 10 فجرا بيبدأ قلو المسار وبيستمر لغاية الساعة 6 و 22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش توقيت الاردن منزيد ثلاث ساعات يعني الساعة 9 و 22 دقيقة صباحا وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 6 و 22 دقيقة بتوقيت جرينيتش القمر بصير استقر في الميزان وبلش يشكل اول زوايا لاله تأثيرات القمر على جميع الاضراج لما بنتقل وبيصير في الميزان في هاي الفترة او هاي الفترة افضل فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومنميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة ما استقرت بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا عندنا اليوم ثلاث زوايا فلكية اول زاويتين سلبيات وزاوية ايجابية الزاوية الاولى هي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهذا بيعني انه اكتمال القمر يعني القمر بصير بدر فساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن منزيد زي ما حكينا ثلاث ساعات الساعة تسعة وسبعة واربعين دقيقة مساء بصير القمر بدر يعني منتصف الشهر منتصف شهر شعبان القراءة هي في منتصف شهر شعبان بما انه هي بتيجي بعد urged шemes لانه هي القراءة بعد المغرب اللي على القناة الثانية اللي حكينا عنها الدعاء على صورة ياسين منقول انه بتقرؤوها اليوم بعد المغرب بعد صلاة المغرب وبتقرؤوها بكرة بعد صلاة المغرب عشان تدركوها إن كانت هي هاي أو اللي ثاني يوم هذا الاتصال طبعا على جميع الأبراج اللي هو اكتمال القمر بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون فيه تمام الساعة سبعة واربع وخمسين دقيقة مساء أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية بذ يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حسب أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون الساعة 11 وعشرين دقيقة مساء نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية طبعا القمر بما أنه رح يكون موجود في الميزان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء ثلاثين ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة 12 وسبع دقائق بعد منتصف الليل وبيستمر حتى الساعة 5 وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر زي ما حكينا القمر المكتمل 15 يوم في تمام الساعة 3 وثلاثين دقيقة عصرا بيصبح 16 يوم نسبة الإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد بنسبة 45% القمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان ورح يستمر أو يستقر في الميزان حتى يوم 33 سعيد بنسبة 15% اليوم عطارد في الحوت حتى يوم 4 أربعة منتحس بنسبة 50% الزهرة في الحمل حتى يوم 14 أربعة سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم تنتبهوا لصحتكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد بعض الأمور وتترى بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر القطيعة والدعاوى القانونية خصمك بالفترة هاي قوي والعرقيل ممكن إنها تستفزك طبعا هذا بسبب إنه القمر صار مقابلك تماما عشان هيك بيعزز أمور الشراكة ولكن بالمقابل طاقتك بتكون ضعيفة برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حتى ساعات الصباح من ساعة الصباح بيبدأ العمل بتراكم عندكم بتكون تنتبهوا لصحتكم ولا أعمالكم ممكن تتزامن الواجبات يعني صير أكثر من عمل في نفس الوقت وتصعب عليكم وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذر من المشاكل الصحية وبرضو حاول إنك تنجز أعمالك وما تهملها وابتعد برضو عن الخلافات أو النقاشات الحدي ما بينك وبين زملائك بالعمل برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم والاهتمام بالأمور العائلية أو البيتية ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء إنك تلطف الأجواء حاول إنك تعد العلاقات إلى طبيعتها ممكن إنك تنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات بتحل المسائل العالقة أو المسائل اللي كانت مستحيلة هاي فترة إيجابية حاول إنك تستغلها برج السرطان بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات وبيكون اليوم هذا مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو مع جار خلال اليوم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء إنك تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة لأمور العلاقة إما بالسفر أو بأمور خارج البلاد أو بأمور الاستثمار برج الأسد ثم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم مع هيك بتكونوا حذريين من النفقات وانتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشطات حسب حقل اختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة خلال هذا اليوم باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهم شيء إنك ما تتردد بإنك اليوم تستغل الفرص برج العذراء ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط خلال هذا اليوم بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إش إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة اليوم رح تهتم لأمور مالية أو استشفائية ولكن في فرص لمكسب مالي أو أرباح أو إشيئ له علاقة بصفقة أو ترتيب وضع مالي معين برج الميزان يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم وطبعا الضغط هذا بظل لغاية ساعات الصباح بعدين بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك هاي الفترة تقوى خصوصا من ساعة الصباح بتقوى نسبة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة من الآن لغاية ساعة الصباح ولكن من ساعة الصباح القمر بنتقل وبصير موجود في الميزان هو بيت متاعبكم عشان هيك بتكون تنتبهوا كثير لصحتكم حاولوا أنكم ما توقعوا على العقد وما تبدأ عمل جديد في هذه الفترة هذه فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء جديد عشان ما تخيب أمالك وحاذر من البلبلة والالتباس وابتعد عن الخلافات قدير الإمكان برج القوس يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه في مجال العمل أو في بعض الأمور اللي بتتعلق بالعلاقات وممكن تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أما في ساعات الصباح فبتشتد أموركم على أمور الأصدقاء وممكن تلتقوا الأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن اليوم تجد حليف بدعم تصوراتك أهم إشي أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات اللي بدأت فيها وبرضو إذا بادر أحد الأصدقاء لمساعدتك أو مساندتك لا ترفض هذا الشيء وفي نفس اللحظة قابل بالمثل برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وأنا بتصير الأمور إلها علاقة في بيت السمعة تمجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إشي أنك ما تضعف وما تجازف لا بسمعتك ولا بواجباتك حاول أن تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي ممكن تحمل بعض القلق أو بعض التوتر فما في داعي لا المجازفات ولا المغامرات ولا لمخالفة القوانين برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع وخصوصا نفقات المتصاعد لغاية ساعة الصباح من ساعة الصباح بتنشغلوا في أمور العلاقة بالسفر أو باتصالات بعيدة اليوم هذا مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش اليوم بقوة وذكاء وتتجرع على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة أو حتى لأمور أو أوراق أو معاملات لها علاقة بالسفر برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفي لكن لأنه خلوه مسار من منتصف الليل ما بنصح أنا إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري لغاية ساعة الصباح من ساعات الصباح ورح تنهمكو في أعادة تنظيم أموركم المالية أهم إشي أنكو ما تهملوا صحتكم ممكن تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك ممكن تلاقي أعمالك صدا طيب أهم إشي أنك ما تثكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار في منكو رح يهتم ببعض المشتريات أو ترتيب وضع مالي معين وممكن بعضكو يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور العاطفية أهم إشي أنه تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضيع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا بكم شكرا بكم شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر